هل hubings لديكه؟ أيضا؟ هل يجب أنك بهذهبة؟ لاalomًا لديو توفوف أيضا؟ لستيرس الماضي في وفقدات الذي اغلق لا يسحس كيفاء أن تقتل المدى لا يعiento وفي القيام تقتل أن تموت لا يمكنك أن تتكلم المresp Withinひら لأنهم يفهمون للمواطنيا وفقد Little Voice موطمر الواطن هو الساعة الحركة الإسلامية هو الساعة إن رديته أو senator وريدنا الدندوان نقتل نص الشعب ويعيش الثلاثين نقتلهم والثلاث愷 وكل الحالات المنساحين أكثر وشكلان من المتركي في كل موطم كل هذا ثلاثة أكثر анти المنساحين هلِ من الموطم نصFF ونصم من الطلبة دي الناس بتسوي في شما انا دير عارف يعني انا عارف الوقت ده الناس هسي قاعدة تشرو الموية في السودان الناس كلها وقت تكدر تشاهد نحن عارفين الكلام ده لانه ساعة ستة حسي حاليا والستة دي خلاص الناس وحدين دي اللي بيجي حزو الناس بور سودان ممكن يكون فترهم لكن انت جاعد في فرنسا هنا جاعد في امريكا جاعد في هولندا جاعد في النرويد الناس ما نايمة الموضوع ده مهم جدا بالمناسبة وانا مدأكد هسي وما الليلة ده مدأكد على اصابات اكتر من اشر الف على مستوى جمهورية السودان لانه فيه مستشفات اصلا هي ما عندها طريقة هي تفهص وانت بتعين لك في طيارة يطين في طيارة العينة يشيلوها والدول خرطوم هل عنده المركز في الخرطوم المركز بتاع المستشفات الولايات كلها يكون في العاصمة القويمة المسلسة العينة يشيلوها عينة المريض يشيلو العينة الطيارة واقفة الطيارة دي بيتمشي بيكم وليه انت المعدات دي ما توزي على كلها المستشفات ليه تعتمد على الطيران انت اريد تصلنا بناس لكن ما يجينام لانه الناس كل لاحسين بيجهس وزمنا بفطور لكن اللايف ده حتى لو فيه عشرة تنفار لازم يصليك انت الناس تعمل شيرو لايك الكلام ده بالمناسبة انتو بتابوه بتكون شيفوا الكلام ده بتشيفوا كلام ساكت لكن والله والله نسأل الله السلامة اذا بقت الفيروس ده انتشر زي ما انتشر في ايطاليا والله ما يفكرتوه في السودان ده اسمه الكلام ده قويس ونحن من كل السبب والجهل بيكون السبب لحد يوم الليلة الناس لحد يوم الليلة ام يوم انباره الناس في السوق في الاسواق حايمين بالليل اين الجيش السوداني؟ وين الجيش؟ وين جيشكم ده؟ جيشكم ده شيء قال في العبادة الجماعية فقط بيطالوا دارين تقتل الشعب السوداني وينما دارين تختصبه بتحرقوا القرى واللي اللي تخصاب جنوبكم بيجيفوا لكن ما بيقدروا بيمشوا للناس عشان في الوبا ده الجيش ما بيقدر بيطلع بيقول للناس لا لا مافز ولا اطلع الجيش ما بيمرك في الكلام ده اين الجيش؟ عشان كده قلت لكم ما في جيش في السودان الا من رحم الله اذا كان في كارثة فيروس كورونا الجيش ما طلع ده حربة عالمية الجيش ما طلع الجيش ده دار يطلع متين الجيش دار يطلع متين يفرق الشوارع في كم حامية في الولايات اين الجيش؟ اين شعبة الاستقبارات؟ انتوا قاعدين بيستوفي شنو؟ المواطنين لحد حسي حايمين في الأسواق رأيكم شنو انتم النادل كان دارين يحتلوا القيادة حقتكم وجايين كان حامية وفي كان التوربور كان جايين خاشين الجيش ده بيمرك ولا ما بيمرك والله بتمركوا زي النسور يا أخوانا بتمركوا لكن في الوبادة ما دارين تمركوا حتى قاعدات الجيش ضباط الجيش انتوا خايفين لانكم خوانا قلتوا الوطن دمرتوا الوطن شان كده ما قادرين تطلعوا ما قادرين تحموا مواطن في الشارع ما قادرين ترجوا المواطنين تقول لهم لا ما تطلعوا الشارع طلوعكم للشارع بيجيب الوباء طلوعكم للشارع بيكتر الفيروس مسكتوا كل المعدات اللي بتجي من برة الجاد من برة التبرعات اللمتون الشهدة الشهدتو جبتو من برة مسكتوا عندكم انتوا يا ناس الجيش المجلس العسكري ماس كالكلام ده والمجلس السياد المدني كلكم مسؤولين من اللي بيحصل في دار فر وكلنا مسؤولين حتى اخواننا في حركات المسلحة مفروض يكون في تصريح واضح جدا الله يبدو ما بخلوه بالمناسبة ما بخلوه ما نحن اجينا في الجيش عشان كده بيقطعوه الشبك انا عندي كويس الواي فاي تمام اندي خدمة بتاعة الشهر في الشريعة شقالة يجماناته بكنتك بكنتك عشان الجيش دق الجيش ده ما هم ما دائرين هنجي نطب لكم ما هنطب لكم والله ما هنطب لكم ما هنطب لكم اصطر والله يبدأوا قعد فوزوا الواحد ما هنطب لكم انتو لازم تتردموا لازم تندقوا صح لازم تندقوا في فنادق صح لانه انتو ما جيش يا جماعة والله العظيم انتو ما ناس وطنين الا من رحم الله اي انسان في اليومين ده ما بيطلع بتكلم في موضوع الكورونا ده الناس دين انتو دائرين السودان انتهي اكتر من كده يا جماعة دائرين المرض ده تتأكدوا انه هجع اكتر من الموجود في السودان دو ولا دائرين كيف انتو انتو لئي الناس الكلام ده كله بتشيروا خطهم في روسينكم برا ولحد ديوم الليلة للأسف في لازم بتطلع وده كلام ساكن شوف الجهل المصيبة ناس يقول لك قال انا جريد ويتعلمت وهلحد ديوم الليلة بالذات في شغل العقاليم جهل مركب وانا ده باحتبره من النوع من الجهل والجهل مصيبة وما كل علم ما عين سيء انسان متعلم هو علمه ده هو بينفع به ناس لانه عندنا طلبة موجودين في الخرطوم دي بدل يقنبوا ويحتروا منافسهم قالوا احنا بمرضنا لا ممكن نمشي نمشي دارفور دارين نمشي بس هس يجو وكل واحد اي اصابة بتبقى من الناس الطلبة جو زمان دي لك من جو من الحوشة حوشة مدرمان حوشة الخليفة ثلاثة اربعة الاصابات الموجودة في دارفور كلها كانت في حوشة الخليفة انت فهمتوا القصة دي ولا ما فهمتوا ده الكلام ان احنا كنا خايفين منه طيب الهس الفاس وقع في الراس الهل شنو الهل شنو الهل انه نجيب كلنا سوا والجيش ده يطلع والشرطة تطلع تجيب بره وقوات الدعم السري تطلع والحركات المسلعة تنزل في الشارع بناس طوالي عندكم ناس مدنين تنزلون في الشارع تعملوا خدمات لجال المغامة تعمل خدمات اي زول ما اشي في الشارع بخالف التعليمات دي يمشي السجن طوالي عربيته تتصادر موالة تتصادر الكلام ده مفروض انتو تطبقو انتو ما احسن منه نحن ما احسن من الدول يا جماعة الدول اللي دول متقدمة اللي هي دول متقدمة دول لها شعنها دول لها شعنها جول اختصاديا عندها شعن اين الوزارة نحن جبناها انت وزير الصحب تطلع والمبالي بتقول نحن حكومة السورة طيب وين المعداد يا فردة المعداد وديت وين الصين جابت حاجات امرك امرك ما لقت جلدك امرك دنيا رمضان امرك اطلع يتكلم هسي ما بكرة اطلع يتكلم ورينا الحاجات وديتا وين وديتا شندي عطبرة الدامر الدندر اديتا للجيش ما جات في دارفور ولا في كردفان اطلع ورينا وديتا وين الحاجات دي جات كمامات جات العدوية جات كل حاجة جات طيب ناس نيالة الان ناس مع مالاستق رأيكم شنو انتو ترخوا جسمكم ولا نترككم تاني من جديد ما عملتو حاجة نيالة فيها معدات قالوا قديمة جدا ومعدات كويسة ما اشتغلوا بها لكن ما في خبرة كافية للكوادرة الطبية اللي بتشتغل في الموضوع دا طيب رأيكم شنو انتو المقصر شنو كل الولايات دي قدمت لكم الكشوفات وما دارين تشتغلوا بالكشوفات انتو بتقولوا دي حكومة الصورة طيب اذا حكومة الصورة ليه ما دارين تشتغلوا الماسكة الموضوه دا اذا حمدوك ماسكة الموضوح يطلع يقول والله يا حمدوك رفض ورونه عشان نطلع ايمان صريب حمدوك واذا كان الكلام دا عبابه ببرحان اطلع ورونه قولوا والله يا اخي المجلس العسكري خوفنا اطلع عشان ندقوهم دق الوجه نطلع ايمان صريبهم ورونه على الوجه عين لكن ما دارين كلكم تردو كده تسقطوا سوكات دوا بجيب لكم حاجة بن مناسبة والله السوكات دوا بجيب لكم حاجة بن مناسبة كلكم ستمشو لو اذا دار هذا الكلام ويعتماشين فيه كلكم تسقطوا 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 اجد لماذا أعتقدوا من منذ المعدات حتى يوم الليل؟ ولايات قرب دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور وشرق دارفور لهذا الذي أعلمنا أننا أعلمنا إذا نعلم فيها كادوغلي شمال كردفان جنو كردفان قرب كردفان لا نعلم أنها شيئ حتى يوم الليل هل يجب أن أخبرنا إنما يقول لنا قلًا لنا نعمل علينا هذا لو هل فعلنا هذا وهم ما فعلنا وديتوا وين الحاجات الجادة الطيارات الجادة بالليل لي وديتوا حاجاته وين أطلع ورون الحاصل الحاجات اللي تبرع بيدي أطلع ورون وديتوا وين ما تقول تطلع نحن والله آخر لنا حاجة نفزت يا فرد النفزة دي ما عندنا مشكلة وديتوا وين أنت أنت وزعتوا بالتساوي كالضاب ما وزعتوا بالتساوي والله ما وزعتوا بالتساوي ما وزعتوا هل أنه شلتوا وديتوا الشمالية أطلع يقول لنا كشنا وديناه الشمالية الحاجات الجاد من أجابوها بدون قروش أطلعوا وديتوا أين أطلعوا كلكم المجلس العسكري والمجلس السيادي والرد المعدات أجاد من الصين وزعتوها كيف إذا شال المجلس العسكري أطلعوا كلهم الشعب السوداني يا جماعة قال آي والله المجلس العسكري شال الحاجات دل كلهم عشان نحن نعرف أنه من زمان أنا قلت لكم إحنا ما عندنا الجيش الجيش يتابع للعبادة الجماعية فقط والجيش بدأ الإختصاب الجيش كله إلا من رحم الله كلهم أرزقية كلهم خوانة إذا كان ما خوانة المرض زي هذا الجيش لا يمكن يكون ساكن الجيش يمكن أن يكون منتشر في الشوارع الجيش من المفترض يكفل كل الطرق ويصادر كل إنسان من مخالف التعليمات وينظفوا الطريق للأطبة وللكوادر الطبية يحموها يوسوا علها الشارع تحية للجيش العراقي الوحدة كانت من الدكاترة سادة وردية عندها بس عجلة البسكليد سيقوم مراغبينها كل يوم بتمشي كم كيلو قريب؟ 8 كيلو ولا 10 كيلو بالعجلة مشو عدوها جائزة وكان الجيش العراقي كان بحييها شفت الجيش العراقي ده؟ ده كان بحيي بحيي الدكتورة دي أنتوا رأيكم شنو؟ أنتوا قدمتوا شنو؟ أنتوا مستاعدوا في الإختصاب بستاعدوا في الغطر بستاعدوا في الثمانين شركة الماسكنة وزارة الدفاع عندها 80 شركة شركات أمنية لحد يوم اللينا ماسكين اقتصاد السودان ما قادرين تحلوها ما قادرين تحلوها مجوعين الشعب السوداني بتقطروا لنا زي الجداد القاعد في القفص ما تخافوا الله سيدكم يا أخي؟ الشعب كله بتقطروا زي الجداد القاعد في القفص والآن أنتوا مسكتوا كل الحاجات خططوها عندكم والكلام ده نحن عارفينه كويس وحتى الناس الموجودة في القروبات الكلام ده لازم يتحزن لازم يتحزن ده واحد أهلنا في حلفة هناك برضو عندهم مشكلة في حلفة عندهم مشكلة مشكلتهم شنو في حلفة؟ في حلفة مشكلتهم الناس الجيش بتدخلوا الناس في الفنادق بين الرجال أو المصرين هل أنه المصرين دي أحسن من الشعب؟ والمصرين اللي بيجيهم لينا وكده شنو زاده؟ ليه المصرين يجونه؟ المصرين اللي بيديهم حلفة شنو بيجيهم حلفة شنو من مصر حتى لو دارين يغادروا المصرين مفروض يكونوا وكده قاعدين جوا مدام فيه وبع ما في زول يطلع في المناطق الحدودية دي برضو ما في زول مش يتكلم فيها لكن ده كله ساهل بتحلى أسمع الكلام ده كويس إذا نحن خطين نهدينا مع بعض إذا كلنا ما رجنا وإحنا قاعدين نقول كلمة الحق كلنا نمرق ونتكلم كلمة الحق دي نقولها عشان الوطن دي يمشي لقدام لكن ما ممكن الجيش السودان دي صامت كده والناس سابتين ما في جيش في السودان دي عشان كده أنا قلت لك دي كلها ماليشيات وقلت لك في 1500 ردبة من الجيش السوداني قبل سنة بتكلم وحسي بتكلم 1500 ردبة في داخل القوات السودانية دي القوات الحكومية كلهم جواسيس كلهم جواسيس اسمع الكلام 1500 ردبة من الجيش للشرطة وللجمارك كلهم جواسيس حتى في وزارة الدفاع اسمع الكلام ده كويس عشان كده الجيش لازم ينضف البند السادس اللي انت اسي بتبكي بوضح قالوا يفكي كالجيش ما يفكي إحنا قلنا ويش دارين يومات تقولنا دارين الجيش ده برنامج إيادة الحيكلة للقوات المسلحة طيب يعطي الحيكلة دي بتتم كيفي انت ليه قبل كده كان بتطلع في بوسترات ونحيكله الجيش والجيش لازم يتحيكل والحكومة الحيكلة دي هي معناه شون انت انت فاهم قصة الحيكلة بتادي الجيش فاهمها كويس؟ ولا ما فاهمها لأن الجيش ده بتبقى لأني اسمع محمد طاقة بتبقى لنافع لنافع بتبقى لصادق المهدي بتبقى لأمك العواليق المرغني والغيرهم دي لتدمر السودان والأحزاب والحزب الشويعي دي كلهم أحزاب خرافية دمرت جمهورية السودان ومديونة للشعب السوداني كل الأحزاب دي مديونة للشعب السوداني دي لتدمر الشعب السوداني والآن هم ساكتين ساكت والله أحسن منكم زنون القاين ده أخير منكم والله مرة مشا قاعد يعمل له في جرسلين ولا شنو ما عريبا بغسلوبه اليدين ده وبتصور فيه انت مريم الصادق شغالة في شنو يوم عنده شغالة في شنو الأحزاب السياسية دي كلها تنطرق ما في حزب في السودان ده ما مديون للشعب السوداني والحزب السويعي أكبر حزب خاين خان حتى أهده حتى دستوره لما كان عمل اتفاقيات في 74-73 تذكروا الكلام ده كويس تذكروا الكلام ده كويس لما تمت مباياته مع حزب العرب الاشتراكي في لبنان ما تقولوا تتكلموا ما في حزب ما مديون للشعب السوداني وقالوا عبادة جماعية الحزب السويعي اشتغل عبادة جماعية في السودان والحزب السويعي هو الأساس في ذات نفسه عجاب الحركة الإسلامية لأنه نيميري لما كان حاكم السودان قبل يطبق الشريعة كان حاكم بالحزب الشويعي طبقوا الشريعة منهم الشويعي هم الطبق الشريعة باعوا القضية هم نس ما بيعاتهم هم باعوا الشويعية مع صادق المحدي سوى أن هذا كلهم عيال دنقر واحد ما تقول لي قال ده المرغني ولا ده صادق المحدي وده حزب الشويعي عما قيصب أن بقنب في التلفزيون نما بتفتي أنا سجنوني وأنا سو لي لا سجنونك ما في مشكلة أحد بس عبعد مننا السكة ده العسي أطلع وورونا أنت قال أنت يسوفي شنو وورونا العدوية ووديتوها وين ده أنتوا أطلعوا ونحن اللائفاتية كلنا ما عندنا قضية بتلفزيون السودان لأننا السودان ما فيه غناء أسطر القنوات ده كلها قنوات كلها مرتزقة كلها تابعة للجيش السوداني وغيره اللائفاتية نطلع ندق وريطالب تدخل الدولي فورا الليلة قبل بكرة الليلة قبل بكرة قبل الكارثة دي نطلع نطالب بالناس دي نطلع نطالب بالقوات الدولية دخول الليلة قبل بكرة الليلة يوم واحد دارينها الليلة تجد خش دارين 1500 جندي انت فاهم دي دارينها دفقة واحدة في عقليم دارفور دارين 1500 جندي في الخرطوم يعني إحنا قول ليه الاستعمار خليه يستعمرون إحنا ما يستعمرون استعمرين أصدق إذا صادق المحدي ذاته والحزب ذاته ما حق أبه حزب أمه ذاته ما تابع لناس صادق المحدي ما من المؤسسين جده بدر حمان ذاته عبدر حمان المحدي ذاته ما من المؤسسين من حزب الأمة كله مزور في مزور بلو أشرب ومويتكم بعد ما قلنا لكم الصورة دلو استمرت كتار كده في ناس أمحاتهم بك عن البحر أمشي فتشو لأن الكلام الهسي إحنا قاعدين نقول فيه ده أنا ماء ذاير أطوّل أمشي فتشو الكلام القاعد نقول فيه ده أمشي فتشوه وفي ناس هسي قاعدين هنا بعملوا في البلاغات اللايف ده ما بيقدر بيمشي ليه قدام لكن أمشي فتشو الكلام القاعدين نقول فيه ده خلوا اللف والدوران والكلام الفاتغة التي تشوي فيه وكلام هذا الليك إتا يا أمنا ما ينيس من هسي عدو رسالة لك في بيتك جوه أمشي أمشي فتش الكلام التي قاعد تشوي فيه ده أدوو والديتوين حمدوك أدوو والديتوين أمشو أطلو وقول لهم البرحان رفض كونوا الشجعان قولوا المجلس العسكري رفض عشان نحنا نجيف معكم عشان نجيف معكم ان دقوا المجلس العسكري والمجلس العسكري لعنده نبي هالكلب خوفا من ضربه يومين دي الشقال تحت تحت ما ناس الجزولي والتالي بتاعنا الدواعش دين قاعدين الشقالين عشان يا جيشنا والجيش دين يفككوه واي 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 لا لسه البل جاي ورا ما الليلة البل جايكم ورا لسه لما القوات الأمامية دي تجي واخواني في حركات المسلة يخشوا في السلام وقوات الحامش العريضة دي تجي تمسك الحكم كويس ما تفتكر إحنا حسيا حقابنا ما حقابنا بالمناسبة حمدتي ده آخر لو مركز قلت لكم فيه المجلس اللي هو قاعد فيه ده قدام حمدتي ركن ودينا ثلاثة درجات اللي كن نشم مكرونة ونمشي ندفنه ده آخر لو درجة ده آخر درجة اللي حمدتي الهس هو قاعد فيها دي ده آخر لو منصب عشان ما تلعبوا ساكع ويا حمدتي أخوانك اللي بحددوا الناس تاني بكررها لك في اللايب ده كده أربع اللايبات أخوانك الشقاعك ومن عيال عشرتك البحددوا أسر الشهداء بالماسنجر أمشي ألحقهم قبل ما نلحقك جبلنا بالسفقة بتاعت موزة هلال يطلع والقتل يجيف موزة هلال طلع وانباري فيه قتله فيه اختصاب داري تطلعه أحمد حارون ما بنطلعه أحمد حارون رأيك شنو انت أخواني في حركات المسلحة قل لكم خشوا في دار فرد ألقل لكم جبل بتاعت يورانيوم وجيبوا لكم شركات وقلوا بجوة عشان الناس اللاجئين والنازهين دين يكونوا عندكم بهنك يرحلوا كلهم عشان شو يكيدوا تخففوا لهم قواتكم كتيرة لو جينا حسبناها الليلة ما أكتر من مئة ألف جندي حركات المسلحة ما أكتر من مئة ألف جندي ماذا يستفيدنا من المئة ألف جندي لسه الإختصاب موجود في دار فرد القتل موجود في دار فرد تعالوا أن قل لنا الدفاعات أماميا السلام ما بيتم بين الليلة وبكرة ما في سلام بيتم بين الليلة وبكرة خطوا يدينكم مع بعض ونحن معاكم كجمهور بنجيف معاكم يجب دق الدنيا دي كلها وقت الدعم السريداري تكون معنا تغري توقف القتل والإختصاب ما عندنا مشكلة بأن الليلة وبكرة ما عندنا مشكلة والعدوية وصلوها لنا أنتوا لو ناس ناس الثورة واللي بيستوا جلا بيها الثورة قلتوا إحنا شركاء معاكم طيب كويس جيبوا لنا الدواء جيبوا لنا حقنا بس إحنا ما قاعدين نشاركم أجابوا ببرة ده بإسم الشعب السوداني ما جابوا بإسمكم أنتوا عشان تدلوا ولاية الشمالية والدامر وبتاع الحاجات دي أسي منهم نجيب لستة بكرة قسما وعظما ما تطلع نجيب الليستات كلها نكبها لكم في الفيسبوك ده وقلنا لكم قبل كده أي أي زول بتهدرب في داخل جروب عندنا ناس بنشوتك بنشوتك والشوت يوم عنده شقال عرز بالجماعي بس لو إسمك طلع ما تقول والله أنا خشيت بيت المريسة ده وأنا والله ما سكرت أجي تحسي بندك المنديل العبيد ده والورقة بنقول لك قح ده بادا لستجواب لكن أي زول ما بنطلعك بره إلا نمن انت خلاص ده ارتنفس حاجة من دقك في الشارع أبغو طيبين الناس تمشي تشرب موياتا لكن الله يفضلوا الدولي قدام الناس بيتموت وبكرة بعد بكرة والله والله الله يستر السودان ده بيتها نفس الطريقة دي شوف أنا قلت لك إذا قال لك عشرة خد صفر مية إذا قال لك المصابين ده المية خد صفر ألف إذا قال لك ألف خد صفر ألفين ليه لأن إحنا أصلا ما عندنا أجزة بيتها تفحص لقيت وباء زي ده يقول لك الولايات ده بالطيارة إشيلوا العين يودوا على الخرطوم طيب الجنينة ها على الخرطوم كم ثلاثة ساعات إلا ربع ولا ساعتين وربع قويس العين اللي إشيلوها ساعتين وربع بالحليكوبتر القديمة دي تصل الخرطوم مطار الخرطوم عشان تخش المعمل يعني ثلاثة ساعات عشان النتيجة تطلع البيشن هناك بيكون كيف الوضع كيف هناك بيكون إصابة المستيفة كلها ده الدمار الشامل لأنه زمان يا أحلي في دارفور ها زمان أحلنا في دارفور قال قول واي أنا ما قال أقول واي يا أبو شاد الدخيري أرم قلت كويس يا راكس كويس كويس ما قال قلت كويس وخطيت يدك كويس كده وعرفت بالسجل في شروع بتجي في النهاية بتندم وهسي حاليا هسي حاليا بتندم لأنه الأين ديتنا من تجيبها وتخطها وتعمل لها نتيجة بتكون بعد ده انت الشعب السوداني انتهى و هذا الكلام اللي قلت كنت داوان زمان دائرينه بتضربونا بإزراج مات وبتضربونا بالكيماوي عشان تقتلونا رأيكم شنو هسي الشغل اللي جوه وبره نوبايا العربي كلهم بموتوا كيف الحال شنو لأنه فايروس كورونا دا ما بطلع كده بقول أنا دائر لي زول أزرق الحال شنو ها قالوا الفيك بتدربو الشغلة دي ما دائر لها ديل ناس الناقة ولا ديل ناس العرنم الشغلة دي جماعية يا فرد و كتجينا حسبناها كده هنم نقول واي يا فرد واي دي قلنا و كنتدخلتونا المعسكرات شكرا لكم وقتلتونا و دمرتونا و اختصبتوا عهلنا و لسه بتقتلوا فينا و ان شاء الله الرسالة تكون وصلة الرسالة ان شاء الله تكون وصلت بس الناس اللي بتقتلوا و بتختصب جا فايروس كورونا بتخشوا جوه اللي يموتوا سواء احسن الناس تخش جوه في بويتا تحترم نفسها قال ركز الكلام لها يعني زول داخل بين المسير المسرعي ابو شاعد الدخير دين المسرعي يقول لك واي عشان تعرف مونو الشريط والله والله شكرا لك يا راكز مواصل الكشة جاية يومين دين الكشة جاية لكن اسمي طلاع ما اقول لك انا ما مشيت لعندها يا سيكير تايصة يا جماعة الناس اللي بتقدم لنا الدعوات انا صفحة دي الدعوات فتاة لكن انا محظور ما بقدر بجيب اي زول كويس ما بقدر بجيب اي انسان ما بقدر بجيبه انا شايف الناس اللي بتعوان اللي الدعوات لكن انا محظور والله انا صفحة دي محظورة ما بقدر بجيبه استضيفك اي لكن استضيفك بالماسينجر بالخارج فانا بعتزر لأي انسان وتحياتنا لكم كتير يا ادم لقى التحية قاعدت في فرنسا انا شايفر انت برضو نايم انت نزيت الماكرونة اللي بنأكلها نزيت أمك حامد خلاص هس الرمضان جا يا ولد ده الرمضان التاني الرمضان قبل رمضانين كنا معاك في ليبيا هناك بنأكل في الماكرونة والعصر والله انحنا ما نمشو هنجيب كويس وما هننسي أهلنا وهنسوه عسي كيف انتو عسي قاعدت في فرنسا دي هاي عمل الله كويس عمل الله كويس وانتو من بقايا العبادة الجماعية الواحد فيكم ساكد ساكد عشان جيتوا قاعدين تدعموا مثلا خلاص انت ادام عبد الواحد محمد نور ما عندنا مشكلة ادام كحركة مصلحة اي حركة انت دائرة لكن احنا دائرناك في الشغل المدني دائرناك تطلع بتيلفونك تتكلم ما دائرناك انك انت تتلبط انت بالسوف وسط الحركة احنا ما عندنا معاو شغلة احنا دائرين عمل مدني الشغل يماع المدني براو والشغل الاسكري براو الحركات اداموها ماديا معنويا جسديا ما عندنا مشكلة كلنا بنتعم ان شاء الله برجالك كويس كلنا بنتعم ما في مشكلة لكن تعالوا احنا كمتمع مدني كعبناء دارفور متمعات المدنية تعالوا نحن وين نحن بعيدين جدا شوية مننا بس ناس بسيطين جدا مننا الآن فكروا للقصة دي قالوا الناس تجي تلم عشان نحل الموضوع ده لكن لسه في ناس بعيدين جدا يقول لك عبد الواحد وين أمل شنو يا أنت عبد الواحد ده إلهه ما تتبقوا أنت مالك أنت عملت شنو عبد الواحد ده الأمل اللي ألوه كويس مني وين مني عمل شنو أنت معينك قضيبة مني أنت سويش شنو ده الكلام اللي نحن قاعدين نتكلم فيه نحن دارنا عمل عمل مدني دارنا ساعد كأبناء دارفور وكردفان أبناء كردفان لهم التحي والإخترام قدموا ما فيه الكفاية حتى في اللايفات تحياتنا لهم كتير جدا تحياتنا لهم يعني ناس قدمت ما فيه الكفاية في اللايفات دي ناس المدريدي ناس ود موسى فضل موسى شباب كتار جدا ناس بلد كردفان ناس قدمت ما فيه الكفاية لكن أبناء دارفور وين ما فيه لحد يأسي قاليني الشرد وليقولوا ما سوى لينا حاجة وما سوى لينا حاجة ما فيه زول بيسوي لك يا فردة زول بيعمر لك ما فيه وقل داير كان يسوي لك حاجة كان ما قتلك خط الكلام دي في رأسك لو كان داير يعمر ما كان قتلك ولو كان دايرك تمشي قدام ما كان يختصب أحلك ولو قالك دايرك أنت تكون بني آدم ما دخلك بعد ما قتلك دخلك في الزريبة وطرد منك المنظمات الدولية كويس حتى في حقوق الإنسان منعك عين كويس حتى في حقوق الإنسان منعك قال لك لا أنت ما عندك حقوق أصلا أنت لازم تعبد ولازم تقتل ولازم تقتصب ولازم تنحب ونما انتقاتل وتصل زي دكتور خليل الله يرحمه لحد مدرمان يطلع يقول لك التشاديين المتمردين التشاديين أنت فهمت القصة ولا ها فهمتها دا الكلام اللي أنت مفروض تفهمه وتربط تشوف النادل هما أصطمه دين ممكن نحن نعمل معهم ونحن هل أنه يكون عندنا مستقبل في نصهم إذا ما ثبتنا نحن الرجال أبناء الرجال وعندنا الرأي وعندنا كلمة هننزل لعبيد ليوم الدين والعبودية الآن زمان كان بيبيعوا عدادنا وعداد أجدادنا في سوق النخاسين وفي سوق العبادية بيبيعوهم لكن هسي بيبيعوا أقلك كان زمان بيبيعونا للفرنسيين كويس الأنفاق الموجودة في فرنسا وفي أمريكا كان بيجي بيشيروا الزنوط كلنا من أفريقيا هنا بدقونا وبلد حقاتنا حرين فيها وبيجي بيكتلونا وبيمشوا بيحفروا بينا شنو الأنفاق العرضية بتاعة المترو قبل الحفارة هسي الجريدة الجاوة بتاعة الريق دي قبلها كان بيود منه بيود الزنوط همشي شوف الزنوط دي الحفرة العوروبة دي كلها وأمريكا انت نسيت اللي شنو لين احنا عفروا بينا بعد كله تمشي إتنا لما تجي فرنسا دي خلاص تنسى إنه قدت خلاص بدلقيت البلد حرية وليقيت لك خلاص مايك بتاع خطيت طاقية وخطيت لك جزمة وخلاص إتنا ماشي في الشارع لا لا أبدا يا أصحابي الموضوع ما كده في زول في أسرة ما عندهم زول قطاء البحر الأبيض المتوسط لانو انت قطانة فيه دا تذكر طبعا زمن المركب زمن بنكشه الموية الـ 12 ساعة دي ما كتيرة بالمناسبة جوال البحر الأبيض المتوسط 12 ساعة كتيرة زول قاعدت في البحر ده 12 ساعة بيعرف أنه البحر ده قدر شنو ما 6 ساعة أنا وانت جينا في 12 ساعة لأنه احنا جينا من قروبلة وقروبلة دي بعيدة جدا الشرق طرابلس المسافة منها براء عشان تمشي كده بالبحر وتجي راجع عشان تشير السكة في طرابلس ميال أغليمية الدولية من الساعة 12 بالليل النزول في الموية لحد الساعة 12 لحد الساعة 1 ونص نحن التوطال وصلنا الميال أغليمية الدولية الحدود بتاعت الميال أغليمية الدولية نسيت ما تنسوا الكلام ده وكلكم قاعدين تحضروا في اللايف ده أم حامد أم حامد أمك حامد ده زمان هنا فيه في ليبيا دي اتاحدنا قاعدنا كلنا في التراب سوا اكلنا القوجو سوا اتنبسنا سوا اندقنا للليبيين دي سوا لما انظرنا دير كلها يتبرطت قريقنا انا وانت دي سوا المشوال الاول كلكم قاعدين وتشاهدوا في اللايب ده جيتوا اسيا قيرتوا رأيكم قيرتوا رأيكم شات الناس القاعدة في فرنسا والقاعدة في بلجيكا والقاعدة في حولندا والآن في بريطانيا كلكم نسيتوا لأحد الزمان احنا اهدنا الله سبحانه وتعالى انه نما النجي اوروبا دي من نوم نشتغل الشغل الصح عشان نحن نوصل رسالتنا اين رسالتكم الآن اين الرسالة قريجين كنا ميتين شخص كلنا موجودين الآن الميتين دين كلنا الآن موجودين في اوروبا ثلاثة دفعات كلنا الآن موجودة في اوروبا يتوفى مني نزول واحد فقط وانتوا عارفينه ربنا ان شاء الله يرحموا يأخذوا له في في علمانيا على الباقي ده كلنا قاعدين جد قاعدين وين حباة منصورة نحن زينا وزي الكتار الجو قدام لنا كدفعة والكلام ده ليه كتا هذا مفروض تفهموا كويس الكلام ده خطوا في راسكم كويس ما تجي اوروبا دي والناس تقول تنوم عندنا عمانة دار نوصلها لان لان احنا حسنا نقولنا احنا ابناء دارفور ابناء المؤسكرات ابناء العبادة الجماعية بس جو ناس اولا نفير دارين يجونا في دارفور دي عشان يحلوا مشاكلها ابناء الشرك ابناء حسنا شوف مين نحن ففي ناس واقفين في دارفور دي كيس الصايم وحاجة دي نحن وين مافي ما عندنا حاجة عامة كده حقتنا كابناء دارفور ما عندنا اي نعم في حركة عندكم في شغل قبلي عندكم لكن نحن حاجة تجمعنا كابناء دارفور كلنا والله مافي تعالوا هس وروني قل لي حامد دارا يحن دا القروب بتاع ابناء دارفور كلنا احنا قاعدين فيه انت مافي فيه تعالوا هس وروني تعالوا هس وروني هس في الفيسبوك تعالوا قل لي احنا ابناء دارفور كلنا في اي رابطة ابناء زغاو برام في ابناء دارفور برام في الترجم في المساليت في الفلاتة في ما بعرف لك كل الدنيا موجودة ده كقبائل لكن احنا كابناء دارفور حاجة تجمعنا كلنا كده كابناء دارفور وابناء المؤسكرات وابناء العبادة الجماعية هل عنه عندنا جروب حقنا كلنا مساليت برقو تاما برقل زغاوة قيرنا كلنا كابيم في محلة واحدة ما عندنا ما عندنا ما عندنا البيجي من المدرمان ده عشان يجي يساعدنا مفروض يجي يلقى اننا ضرع يجيب فيه يجيب معنا فيه نجي نقول له الله يا مرحب نحنا يوم ديال بدينا كده جيبنا عشر خيم والله ما عندنا ده القروشنا اللي منهم الناس بتجيب تجيب معنا الناس بتجيب معنا لكن احنا ما قاعدين نعمل الكلام ده اقوى طيبين اهيادنا لكم كثير الميمزق امشي وسر الكلام ده لباقي الناس الناس القاعدة في ناندي الناس القاعدة في باريس كل الناس قاعدين جلو humility وقاعدين رائعين أكثر لاسي قاعدين في ناندي في فرنسا تهياتنا لكم كلهم في فرنسا الناس القاعدة لم يتحياتنا لقا bleiben الناس القاعدة في بلجيكا والناس القاعدة في لوكسبورغ beams عندنا فيها احداشر شخص من دفات مح Осو لuya سبعة أشخاص سبعة بدون ذكران اسم سبعة ألمانيا عندنا فيها قريب سبعين برطاني عندنا ناس مشاهد ناس كلها نامر يا أياني كلكم نمتق يا أم حامد يا أم حامد ساقي خلاص كلام ده ما بيجي كلام ده ما بيجي نحن عهدنا أن نقولنا نحن نمشي نتذكر أهلنا الوردين نقيف مع الناس الأصلا ما عندهم ولد قدر قطع البحر الأبيران المتوسط دجا المرأ القاعدة هي وبناتها وأبوهم كتلهم وماسكا بناتها الآن قاعدة في الماسكرات وبناتها واموزويا ما عندها خيمة ما عندها أي زول ما عارف أيها بيتمشي بيشير الكرت حقها بيتمشي بجيب لها قمح بيقول لها القمح مجا كم مشت هي وبناتها الخلق ممكن يختصواها هي وقدامها وقدام بناتها كلام ده أنت عارفه وكلنا مجربين الشغل ده كلنا عارفينه ويجينا هنا دراجتنا إذ ما يطلنا كده ده كلام ده ما بودينا لك الدم ما بودينا لك الدم بصراحة كده أقو طيبين تحياتنا لكم والصومة تفتر على خير والله إفدو الزع الناس خلينا نتوحد خلهم خطوا كرعينا لين ويديننا مع بعض عشان اللي بيجينا من بره يجي لكينا نضرب أين تعتم الحركة دارتها دماء دي أدعم بمالك وبدمك وبجسمك دماء عندي فيه شغل أنا أصب لكن تقالوا إحنا كأبناك نخلوه نقنب إحنا باباب ده الكرامة نقاعدين نقول في شاب في فرنسا وكرامك ده دائر أقراوه لكن ما يعرفته كويس بقراوه من هنا قال في شاب في شاب شاب ولا شباب قاعد يشوف نحن نتوحد أنا ما عارف أنت كلامك ده أنا ما قدرته أسمعه كويس محسن كويس أنا كلامك ده ما قادر يعني أمسكه كويس ما قادر أقراوه كويس لكن أنا لازم نعمل حاجة كلنا نجي نجيب فيها أعملوا موقع كامل أبناء دار فور حقنا كلنا نتوحد فيه بدون قبلية كأبناء الإقليم بعد ذلك أبناء إقليم الناس الأصم الموجودين كويس الله في الثاني الساكم كويس ما عارف الله ما عارف الله في الثاني الساكم ده ما عارف ده على بركة الله ما عارف ما عارف يكون الساكم أنا اللايف ده بأعمل ومتين انت قايت كنت قليزول اتكلم معي حامد حاصل واحد اثنين ثلاث أربع بطلع لايف طواله بشدة الحلة وبطلع ما قايت في حجر الصحة ما بطلع ساكم اتكلم عن المعدات بالله كويس في طلب المعدات الطبية اتكلمنا فيها انا ما داير اخش فيها بطريقة تانية ممكن تكون يعني حامد لايف الساكم لايف يعطو فيهم الساكم الانت داير داير يعطو لايف الساكم المعدات نحن اتكلمنا دكتورة احياتنا لك كتير المعدات ما وسطت نحن عارفين المعدات ما وسطت نحن اتكلمنا في الكلام ده فمدر نشرع اكتر من كده ممكن تكون الرسالة هي كده وسطت عشان ما يكون في حاجات تانية زي ما بقولوا اللايف دا خليه يكون مفهم كده بعد داق نجي نصفه باقي الحاجات دا اذا كان منفذوا الكلام اللي بنقول فيه دا بعد داق الناس داقنا داقنا ممكن نتفك معاكم فيه كويس ما في معدات المعدات هي معدات طبية في ولاية قربي دارفور في شمال دارفور في وسط دارفور شرقي دارفور ما فيه والمعدات الموجودة بتادي مع اسكر الرأسون دا قسم ما بقول له شنو بتاستاق الموجودة في نيالا دي معدات قديمة جدا ولحد يحسي ما فقوها للناس بيقوا دا دات واصلا ما فقوها للناس اي نعم معدات جديدة اي حاجة مستعملوها لكن معدات قديمة ليه مخزن النار لشنو ما معروف الخاط يدمنه حكمة الولاية انتو فاهمين القصة حكمة الولاية دير منهم الكيزان كيزان دير منهم الشيء النازل حاجميني نحسي دا الكلام كده بس دا الكلام كده عايزين بحسي الأمم يدخل بحسة الأمم بحسة الأمم بحسة الأمم تدخل دي إلا أنا وإنتا دير نجيف وقفة وقفة بتاعت رجال جد الوقفة بتاعت الرجال جد لازل نجيف إحنا ما أكفين ما خاطين يديننا مع بعض كل الناس قاعدين في قروبات براهم كل الناس إنهم قروبات عسرية وقاعدين وقبيلتوا وقبيلتت ما بوديننا لقيد دام أقوى طيبين تحياتنا لكم كثيرة جما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر